في حديثنا عن الشباب قبل أن نتحدث عن دوره وكل ما يطلب منه من أجل بناء ونهضة الأمة الإسلامية لنتحدث عن أهمية وخطورة هذه الفترة العمرية من حياة الإنسان الله يرضى عليك يبارك فيك طبعا أنا حريص عشان الاستفادة الجمهور الكريم أن ما أكرر كلام معروف الشباب وأهمية الشباب وكذا وأنما سأعطيكم بعض المنهجيات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع بحكم أن هذا شغلنا كتدريب احترافي واحتكاكي الكبير بالشباب في العالم الإسلامي ليش الشباب بالذات لهم دور خاص وتأثير خاص وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابه كلهم كانوا شباب أكبر واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم لسنين طويلة يعني أكثر من 15 سنة ما كان فيه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليش هذه الظاهرة الحقيقة لما ننظر إن الإنسان كيف يتغير يتغير الإنسان عندما تتغير عنده ثلاث أمور رئيسية عندما يتغير عنده القناعات الفكرية عندما تتغير عنده المهارات وعندما تتغير عنده المعلومات هذه الثلاثة لما نحاول نطبقها على الفئات العمرية المختلفة نجد أن الكبار ممكن نعطيهم المعلومات بسهولة الشباب فيهم مزيئة أكثر من الكبار بكثير وهو أن الشباب عندهم استعداد لتغيير القناعات هذه الظاهرة مش موجودة عند الكبار كبار ما تتغير قناعاتهم بسهولة ويتمسكوا فيها وكثير على فكرة من الدراسات تشير إلى أن القيم تستقر بعد الخمسة وعشرين بعض الدراسات تقول سبعة وعشرين سنة تستقر القيم فإحنا عاوزين نغير هذا الإنسان وأهم ما نغير فيه قيمه عشان يشارك في الناظة ويشارك في التغيير فما نستطيع أن نعطيهم قناعات حتى في تدريبي المحترف عندي مشكلة أنه لما أدرب كبار ما يتغير هذه الظاهرة الظاهرة الثانية أن تعليم المهارات الكل يتعلم الكبير والصغير لكن إتقان المهارات على الصغير أسهل أسهل بكثير الكبير يحتاج يكرر كثيرا عشان يتقنها الصغير سبحان الله الشباب مرة مرتين يتقنها أما المعلومات فالكل مشترك فيها فهذا هو الفارق الرئيسي إحنا كأمة في بداية الإسلام واليوم عندما نريد أن نغير الدنيا في بداية الإسلام كان يريد أن نغير الدنيا ونحن اليوم نريد أيضا أن نغير الدنيا من جديد نحتاج أن نغير هذه الثلاث أمور عند الناس لذلك نحتاج للشباب لأن بدون هذه الظاهرة ما نستطيع أن نغير قناعات يشاركوا معنا في تغيير الدنيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا